موسيقى نهاردة نوجه لكل سيدة في المنزل بنتها بتعاني من مشكلة تخص أي مشكلة تخص في الأنسات احنا النهاردة هنقدر نجيبها إن شاء الله في حلقة دكتور محمد رجب وعنوان الحلقة النهاردة المشكلات في أمراض النساء لدى الأنسات وموضوع رائع وشايف جدا يا دكتور وإن شاء الله نستمتع بالحديث مع حضرتك إن شاء الله في أهم نقطة وأول نقطة عايزين نتكلم فيها طبعا من أسليب الحديثة الحقن المجهري الحقن المجهري يا دكتور ليه دور في حل مشاكل الأنسات؟ أكيد أكيد الحقن المجهري توجه أفضل التطورات الموجودة حاليا هو تجميد البوايدات تجميد البوايدات للأنسات وده حتكلمنا عنه الدكتورة مي طبعا مرحب بحضرتك يا دكتورة مي ربنا يخليكي تجميد البوايدات ده حاجة جديدة بتتعامل علشان فيه طبعا فيه الأول دواعي طبية وفيه دواعي اجتماعية للأنسات اللي هو يخليهم يتجهوا لتجميد البوايدات الدواعي الاجتماعية طبعا احنا حوالينا دلوقتي يعني يسنج الجواز ممكن بيتأخر شوية لسبب ظروف اجتماعية ظروف مادية أي حاجة فبتخلي ممكن سنج الجواز يتأخر شوية عند الأنسات وبيبقوا القلالين إنه هم إيه ده لو أنا هتجوز بعد التلاتين هل أنا هعرف أخلف هل أنا معرفش إيه أطبعا ممكن وعلشان ندمن الموضوع ده إنه هو يحصل بنعمل تجميد البوايدات إنه إحنا بنسحب البوايدات من الأنسة ونجمدها بعد ما تاخد تنشيط وبنجمدها لأي فترة من الفترات بحيث إنه هي ما تبقاش ألقان على مخزون المبيض بتاعها أو على إنتاج البوايدات بعد ما تتجوز متأخر فيه دواعي طبية إنه هي تقدر تخلينا نعمل كده أطبعا فيه إنه هو مثلا لو فيه تاريخ أسري عند البنت دي لانقطاع التنفل مبكر أو انقطاع الدورة مبكرا لو حد من أهلها خالتها أمها حدفصل لهم كده يبقى هي كمان ممكن تبقى معرضة لكده فبالتالي بنجمد البوايدات بتاعتها نعم والتاريخ الأسري برضو لتوقف وظائف المبيض مبكرا أو الـ ده بيخلي الأنسات برضو يستفيدوا جدا من تجميد البوايدات وبيبقى فيه تركيب وراثي أو كروموزمات غير سليمة فيه أنسات بتتولد بيها زي التيرنر سندروم أو الحاجات دي بتخلي الأنسة برضو معرضة لانقطاع الـ مبكرا نعم ولما تبقى الأنسة عارفة أن هي عندها نوع من أنواع الأورام لقدر الله أو حاجة زي كده وهتتعرض لإشعاع الإشعاع لا ممكن بيأثر على مخزون المبيض فبالتالي بناخد برضو البوايدات ونجمدها علشان تضمن الخصوبة لو فيه أي أكياس على المبايد أو فيه أي حاجة مستدعية لاستقصال المبيض ده برضو قبل الاستقصال بناخد البوايدات نسحبها ونجمدها فيه كمان تحليل بيتعامل إنه هو الـ AMH أو تحليل مخزون المبيض ده لو طلع عند الستة أقل من رقم معين بالنسبة لنا بيبقى ده برضو إنديكيشن أن هي بعد كده ممكن يحصل لها انقطاع مبكر للبريد فبناخد منها البوايدات فيه آخر حاجة بقى أحدث حاجة بتحصل إنه هو بناخد تجميد قشرة المبيض نفسها علشان نيجي نزرعها في السيدة بعد ما يحصل لها انقطاع الطمث أو المانو بوز بعد ما يحصل لها الموضوع ده ممكن بناخد جزء قشرة المبيض اللي احنا جمدناه ونعيد زرعه فيها تاني علشان نأفويد أو نتجنب الأعراض بتاعة المانو بوز أو قطع الطمث أو انقطاع الدورة اللي هي بتعمل نقص في الهرمونات فتوقع الشعر وتعمل البشرة وتبقى تجنب كل دي والله عدمه والحاجات دي كلها علشان نحافظ على صحة السيدة مرحب بحضرتك يا دكتور وكلام حضرتك رائع جدا يعني وان شاء الله يفيد المشاهدين ربنا يخليك مرسيت ان شاء الله طيب عايزين نسأل بس يا دكتور بالمنطقة لخطوة تانية هو البويضات دي ليها انواع في التحكم في أثناء العملية هو الفكرة من تجميد البويضات ان هي عمر البويضات من عمر البنت او من عمر السيدة يعني هي مولودة معاها بعدد معين من البويضات وعندها المخزون دوت والمخزون ده بيستهلك كل شهر لحد لما بينتهي في وقت معين المفروض ان هو في العادي بينتهي عند 51 سنة في الفترة دي التقريبا لكن في ناس عندهم مخزون قليل في ناس عندهم تركيب كروموزومي ممكن الدورة تقطع عند سن 30 سنة ممكن المخزون المبيض ينتهي كده في ناس مولودين اساسا بمخزون مبيض قليل في ناس بتتعرض لإشعاع او عمليات من غير ما تاخد بالها ان الإشعاع ده هيبوز المبيض ويقف وظائف المبيض الحالات دي لازم قبل ما تاخد الإشعاع لاي أورام او اي امراض سلطانية لازم يكون فيه انتباه ان عندها مبيض ومعرضة بعد كده انها ممكن تتجاوز ومش هتعرف تخلف لو المبيض باز نتيجة الإشعاع ده فبساطة شديدة لو الناس اللي حواليها والمقدمين الخدمة الطبية واهلها زي ما انا بحاول اعمل الرسالة دلوقتي لاني بتيجي حالات كده هي جالها نوع من انواع السلطانات وتعرضت للإشعاع وخلاص المبيض باز وخلاص مفيش انجاب وخلاص حياتها كده مفيش حياة زوجية ومفيش فبالتالي لو احنا تنبهنا لكده وقبل ما تاخد الإشعاع خدت تنشيط بسيط لمدة اسبوعين ومن خلال البطن بدون محد لأن الناس مستغربة ازاي الأنسة هتعمل هتسحب البوايدات بيتم سحب البوايدات جايدة بالأشعاع التلفزيونية وبتتم السحب من خلال البطن وبتتجمد أي عدد من السنين عشر سنين عشرين سنة وبعد لما البنت بتتجاوز بناخد البوايدات بنفكها من التجميد ونرقاحها بالحيوانات المنوعة تتزرع كأجنة جوا ايه ميزة دوت البيضة اللي بتتسحب وهي البنتس إنها في العشرينات أو في قوائل التلاتينات دي بيضة شابة نسبة الكروموزومات والخلل الكروموزومي اللي فيها قليل قدرة البيضة ديت والكفاءة والكواليتي بتاعتها على أنها تمسك في الرحم وتطلع جنين سليم قدرة عالية زي ما قلت عمر البيضة من عمر الست يعني الست اللي هتبقى في الاربعينات البيضة دي عمرها اربعين سنة جار السيدة في العشرينات السيدة اللي في العشرينات وفي قوائل التلاتينات البيضة دي بيضة شابة يعني عمرها قليل قدرة على أنها تعمل جنين كويس نسبة الخلل الكروموزومي قليل بعد الاربعينات نسبة الخلل الكروموزومي بتوصل لتلاتين في المية أحيانا في أواخر الاربعينات يعني تلت الأجنة تقريبا فيها تشوهات وعيوف في الكروموزومات بويضات شابة ونلقحها بعد كده بالحاملات المنوية بتاع الزوج في المستقبل في أي سن حتى لو عملناها في آخر الأربعينات فإيه كأنها حملت في العشرينات أو في أوائل التلاتينات. نسب الخلل الكروموزومي قليل احتمال أن الأجنة تمسك في الرحم واحتمالات عالية. احتمالات الإجهاض قليلة وهكذا. أما طريقة السحب ما فيش حد بيجي بيعمل أي حاجة مهبلية. كل الشغل هيبقى عن طريق البطن. نعم. متابعة التبويض من البطن وسحب البويضات من البطن. وده طبعا بيقام من البنت أن هي هتضمن. تمام. وهي في آخر الأربعينات أن تبقى كأنها حملت وهي في العشرينات أو في التلاتينات. من نفس جودة بويضة العشرينات يا دكتور. نفس جودة البويضة. فدي ده تطور كويس. بس المهم تبقى الناس بأن في حاجة بتتعامل كده. ما تجيش البنت عندها أي أمراض السرطانية وخدت إشعاع أو خدت كيموسيرابي أو خدت أي حاجة من اللي هي بتفسد وظائف المبيض وبتنهيه. نعم. طبعا في اللحظات دي الناس بتبقى يعني مش مركزة أن فيه سرطان فمركزة على أنها تتعامل مع السرطان ونسيين خالص أن فيه مبيض وممكن مبيض يبوز فبالتالي ما حدش بيهتم بالنحية دي. وعن دي طبعا حالات بتبقى جاية بعد فوات الأوان بعد ما تكون خدت الإشعاع والمبيض باز وما فوهوش وبتبقى الظروف صعبة فعشان كده أنا لو استفدت بس أن أنا وصل المعلومة دي للمجتمع والناس تبقى ورينتت بيها كلها واللي مش عارف يعرف اللي عارف يعرف الآخرين دي ميزة كبيرة جدا بتنقذ مستقبل أنسات وأسر كتير قوي. نعم يا دكتور يعني احنا النهاردة بنوجه رسالة مهمة جدا للسيدات أو الأنسات النهاردة إن أي أنسة تعاني من أي مشكلة تتوجه لطبيب أمراض النساء أول بول نحل المشكلة مبكرا عشان النتائج تكون رائعة ومحلولة بإذن الله تعالى طيب يا دكتور الوسائل الجديدة طبعا المنظر الرحمي وليه دور رائع الأيام ديت فعايزين نعرف إن هو ليه دور واستخدامات مع الأنسات برضو دي حاجة مهمة نحب إنها توصل للمجتمع ككل الناس بتبقى مستغربة هل المنظر الرحمي ممكن يتعامل مع الأنسة؟ طبعا ممكن يتعامل مع الأنسة الأنسة بتجيلها دورة شهرية أي أنسة بتجيلها دورة شهرية الدورة الشهرية دي بتنزل من خلال فتحة في غشاء البكرة نعم يبقى إذن غشاء البكرة ده فيه تفتحة طبيعية لأن الناس بتستغرب جدا والغشاء مفتوح الغشاء لازم يكون فيه فتحة طبيعية نعم الفتحة الطبيعية دي اللي بتنزل الدورة نعم المعلومات دي قيمة للمشاهد والسيدة والعندهم بنات كل دوت ينتبه الكلام دوت يبقى إذن أول حاجة غشاء البكرة فيه فتحة فيه فتحة طبيعية عشان الدورة تنزل طيب إحنا أحيانا بتيجي البنت بلغت وعلامات البلوغ كلها موجودة والدورة ما بتنزلش نعم عشان غشاء البكرة مسدود نعم غشاء البكرة مسدود وعندها كل علامات البلوغ فالأم ما بتهتمش لحد لما تبدأ تحصل أعراض تحصل ألام وما بتهتمش تديها مسكنات لا دا قولون لا دا وتلف بيها وما فيش فايدة وهي غشاء البكرة مسدود والدورة بتتراكم نعم لحد لما الحاجة اللي بتخليها تروح للدكتور إن هي البلوغ تحبس مش قادرة تتباول مش قادرة تتباول علشان دم الدورة تكاوم ما لا قناة المهبل وما لا الرحم وضغط على المسانة وضغط على قناة مجرى البلوغ وما فيش بلوغ بينز بتبدأ في الحالة دي تروح للدكتور نعم وهي البلوغ محبوز بقالها يومين أو ثلاثة ما بتعملش بول نعم مش منتبه للدورة الشهرية يعني في الغالب بيبقى فيه حرج من تعامل الأنسات مع أو ثقافة المجتمع المصدر أو إنها حتيجي لما ييجي وقتها نعم أو الظروف الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية وهكذا كل دي عوامل بتخليها تتأخر فالدكتور أول خطوة بيعملها بيحط أسطرة عشان ينزل البول تبدأ تشوف غشاء البكرة إن هو مقفول خلاص ده حلو سليم بيتعمل فيه فتحة الفتحة دي غير ضرة لأنه بنلاقي طبعا توتر شيدي جدا حتفتح الغشاء إزاي دكتور هو الغشاء الطبيعي فيه فتحة عشان تنزل فيه الدورة فالدكتور بيعمل فتحة تشبه الفتحة الطبيعية تنزل الدورة ما هياش واسعة تسيق إليها وما هياش جاقة بحيث إنها تقفل بعد شهر أو اتنين وترجع لأمور زي ما هي فبتتعمل فيها فتحة تشبه الفتحة الطبيعية تنزل الدورة دي قصة سهلة ومعروفة نعم إيه دور من زر الرحم بقى؟ بتبقى أحيانا الموضوع ده فيه عيوب خلقية فيه تكوين الجهاز التناسولي الأنسوي يعني بيبقى فيه رحمين مثلا أو فيه حاجز رحمي فيه رحم بينزل الدورة وبتظهر الدورة فالبنت بتجي لها دورة كويسة ومبسوطة فيه رحم تاني جنبه فيه حاجز أو فيه سدد أو فيه خلل نعم الدورة بتاعته متحوشة أكيدا فهنا صعوبة التشخيص إنها البنت بتجي لها دورة وفيه دورة متحوشة الناحية التانية وفيه أصدار جسدية تبع على جسمها بينها؟ لا ما فيهش أصدار جسدية غير الألام الموضعية اللي موجودة ستقوله مثلا ممكن البطن تنتفخ المردي ده ده في مرحلة متقدمة لما بتزيد أو يتميلي قناة المهبل ويتميلي الرحم والدم يخرج من الأنبوبة جوه البطن نعم ويبدأ دم الدورة يجمع جوه البطن فده تبدأ الأعراض البطن عليها لكن طول ما هو الدم موجود في قناة المهبل فده بيعمل أثاره على البول فقط ما بيعملش أثار تاني نعم فيبدأ التشخيص يبقى محير لأن هي الدورة بتنزل نعم وفي ناحية تانية دورة متحوشة هنا دور بقى منزار الرحم منزار الرحم هيدخل إزاي في الغشاء والأنوسة بتاعتها والعزرية؟ لا بيدخل من الغشاء وجوه المنزار الرحمي فيه آلات رفيعة مع الحفاظ التام على الغشاء وبتخرج بدون ما أي إصابة في الغشاء والغشاء يفضل سليم والعزرية كاملة وتامة بدون أي جرح أو أي خادش للغشاء نعم يبقى أنا بستفيد أن الغشاء فيه فتحة طبيعية بتنزل منها الدورة ومن خلال الفتحة الطبيعية بيدخل منزار تجويف الرحم نعم ومن خلال منزار تجويف الرحم ده أقدر أعمل أفتح الحاجز اللي موجود والدورة اللي متحوشة تنزل نعم وأقدر أشيل لو فيه حاجز جوه الرحم برضو مخلي الدورة متحوشة في ناحية أقدر أشيله نعم وتنزل الدورة البديل لكده البديل لكده إيه البديل لكده صعب لو المنزار ما دخلش ما دخلش تمام بنت تانية عندها نزيف مستمر وعندها لحمية جوه الرحم أو عندها ورمليفي جوه الرحم نعم ومجلوبينها بقى ستة والحالات دي موجودة نعم وكل يوم التاني شلوها ويجروا بيها على مستشفى وتنقل دم وهاتوا حد يتبرع بالدم وتأخد 3-4 كاس دم نعم وتخرج شهرين تلاتة تخر شوية الدم دول تاني وعايزة دم تاني وعايزة تعيش طول حياتها على نقل دم وبتأخد ومش عارفة طبعا تشتغل مش عارفة تروح جامعة ومستقبلها باز نعم ليه؟ لأن هي المشكلة جوه الرحم المشكلة اللي جوه الرحم في أنسة ومش عايزين نقرب للغشاء التعامل معها إزاي؟ التعامل معها من البطن البطن أحيانا الناس بتقول شيل الرحم وأحيانا الناس افتح البطن علشان يفتح الرحم ويشيل منه اللحمية أهم حاجة اللي هو تخويف الغشاء يبقى الرحم باز لما يفتح البطن ويفتح الرحم ويخش جوه ويشيل اللحمية وبعدين يقفل الرحم ويقفل البطن يبقى الرحم باز ده للحفاظ على الغشاء هنا الدور الجميل الرائع لمنزار تجويف الرحم دور رائع جدا دور جميل بيدخل من خلال الفتحة الطبيعية بتاعت غشاء البكارة ويدخل في عنق الرحم ويشوف اللحمية نعم وتدخل آلة أرفع من خلال نفس الاتشانل ديت نعم وتمسك اللحمية نعم وتشيلها وتطلع بيها في ربع ساعة البطن سليمة تماما الدنيا تمام يخرج الغشاء سليم تماما الأمة ممكن تحضر العملية وتشوف ازاي الغشاء سليم دخلنا هو سليم وخرجنا هو سليم واللحمية طلعت وتغيرت حياة البنت تماما تمام وحلت مشاكل كتير معاها جدا بدون توطر ولا ألأ ولا قربنا من الغشاء ولا أي حاجة نزيف مستمر وحياة اجتماعية بايزة ما فيش دراسة ما فيش شغل همجلوبين مصاريف كتيرة أنيميا وقع على طول تعبانة على طول هنا مدور منظر الرحم أحلى حاجة وأجمل حاجة في تطور منظر الرحم أنه يقدر يدخل من رفيع رفيع يقدر يدخل من خلال الفتحة الطبيعية ويعمل كل الشغل يشيل الحاجز الرحمي يشيل حاجز المهبل اللي ما كانش في بالي الناس لأن البنت بتجيلها دورة من ناحية وفي دورة تانية محبوسة محدش داري بيها ولا عارف إيه المشكلة جاية منه فبالتالي تطور جميل تطور رائع جدا وإحنا مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك وموضوع الحلقة النهاردة المميز ومنفكر كل حابب يتواصل مع دكتور محمد رجل محمد الرفاعي العنوين ظهر أمامكم على الشاشة رقام الموبايلات صفحة الفيسبوك وشرفنا دكتور محمد النهاردة ومنور الحلقة هنطلع فاصل ونرجع تاني إن شاء الله ورجعنا لكم بعض الفاصل ومستمتعين جدا بالحديث مع دكتور محمد رجل محمد الرفاعي ودكتورة مي منورين الدنيا والموضوع شايق جدا ونستكمل حديثنا لدى الأنسات الأنسات انتبهوا جدا للحلقة ديت كلها معلومات قيمة جدا وإن شاء الله تفيدكوا بإذن الله فيها دكتور بقى بنات كتير جدا بتتشخص عند الأطباء ونكلم دكتورة مي في الجزئية ديت يا دكتورة مي في بنات كتير قوي بتتشخص عند الأطباء إنها بتعاني من مشكلة تكايس المبيض ويبقى عندهم تخاوف الموضوع وإن الموضوع صعب جدا وإيه إزاين عندي تكايس مبيض وإيه عاملين هالة لنفسهم كبيرة جدا هل الموضوع دوت إحنا بقى عايزين نفهم يعني إيه تكايس مبيض وفعلا هل الموضوع ده استحق كل التخويف ده فضل يا دكتور تكايس المبيض باختصار هو عبارة عن إن قشرة المبيض بتبقى تخينة شوية عن العادي فالتبويد مش بيحصل بطريقة مظبوطة البويدات مش بتعرف تخرج من قشرة المبيض فهو ده ده كده التكايس باختصار جدا بيعمل أعراض ممكن يعمل أعراض إنه هو يبقى فيه الدورة مش منتظمة شوية إنه تبقى فيه شعر زيادة في مناطق معينة في الجسم إنه هو بيعمل كمان بنشوف بقى الكلام ده في السنار بتبقى فيه كريتيريا معينة في السنار بنشوفها توضح تكايس المبيض ده بس هو مش حاجة تخوف أنا بقول للأنسات إنه هو مش حاجة تخوف لإنه هو ليه علاج وبيتم التعامل معاه والأنسة ممكن تتعالج منه قبل الجواز وبعد ما تتجوز حتى لو استمر معاها لبعد الجواز بتقدر كمان تاخد علاج تاني وتكمل عادي في حياتها الزوجية وتحمل وتنجب وكل حاجة بتبقى طبيعية جداً العلاج للأنسات قبل الزواج من تكايس المبايد بيبقى حبوب منع الحامل الناس بتخاف من حبوب منع الحامل يعني إيه حبوب منع حامل الأنسة يعني إيه معرفة إزاي إنتوا بتقولوا إيه بس حبوب منع الحامل للأنسة بتبقى علاج لإن هي حبوب منع الحامل عبارة عن هرمونات بتبقى متلغ بطة شوية في تكايس المبيض الطبيعي فإحنا بنعمل لها سبلاي من بره وبندها لها عشان نظبط الهرمونات بتاعة الأنسة فحبوب منع الحامل علاج عادي جداً ومفهوش أي حاجة بعدما الأنسة تتجوز وتعوز تحمل هي عايزة تحمل فمش هنديها حبوب منع حامل بنبدأ معها بالتنشيط تنشيط المبايد وده بيبقى نتيجة كويسة جداً في التكايس بتبقى فيه آخر حاجة خالص بنلجأ ليها هو الأوفيرين دريلينج أو تخريم سطح المبيض علشان البوايدات تطلع وده الدكتور محمد هيكلمنا عليه أحسن مني إحنا مستمتعين ومع حضرتك بقى الوقت تقرب ينتهي وإحنا الحديث شايف جداً مستمتعين بيه جداً وإن شاء الله هيكون لنا لقاء وحلقات قادمة مع دكتور محمد ونجلاته دكتورة مية رفاعي هنستكمل مع حضرتك ومع حضرتك ديام من الوقت كده تقدر أن أنت تفيدنا فيها معلومة فعلاً تفيد المشاهد هو بس عن تكايس المبيض يجب عدم الاندفاع في التشخيص بتاعه بالموجات الصوتية نعم لأن كل الناس بيروحوا عند الأطباء ويطلعوا يقولنا عند تكايس المبيض نعم تكايس المبيض لازم يكون فيه تأخير في الدورة ولازم يكون فيه عدم تبويض مفيش واحدة يبقى دورتها منتظمة ويتقال لها عندك تكايس المبيض منظر المبيض المتكايس بالأشعة ترفزينية مش كافي حتى كان زمان بيقولوا لازم يبقى فيه أكتر من 12 حويصالة عشان أقول تكايس المبيض لقاله دلوقتي لازم يكون فيه أكتر من 20 حويصالة إلى جانب أنه هو منظر المبيض فيه بعد ست سنين من البلوغ مايتحكمش عليه مايتحكمش عليه غير لما يعدي ست سنين بعد البلوغ لأن المنظر في الأول هو بيبقى كل المبيض شكله كده نعم زي ما قالت دكتورة ماي إن إحنا العلاج هو حبوب ماني الحمل دي أنسى بحاجة ولو قدرنا بس نوصل النهاردة من الحلقة إن الناس ما تقومش إنها تدي حبوب ماني الحمل للأنسات عشان تزبيط الهرمونات ومنع مشاكل تكايس المبيض يبقى ده فايدة كويسة قوي المستمعين والمشاهدين استفادوا منها تمام شكراً جداً لحضرتك وكنت منورنا النهاردة يا دكتور محمد ومنورنا جداً يا دكتور ماي شكراً لنهاردة وشكراً للمشاهدين إنهم استمتعوا بحلقتنا النهاردة وحلقة رائعة ومميزة جداً ونشكركم وكنت معكم أمنية أحمد في برنامج بلا حرج إلى اللقاء